في حكاية طبعا لما الام بتيجي طبعا تخسل الصغير بتاعها الرضيع أو الطفل الصغير وهكذا احيانا يدي الام عشان بتنظف للطفل الرضيع أو غير الرضيع بتنظف له كذا فإيدها تمثل عورة بتاع الصغير أو الصغيرة بنتها الصغيرة لما بتيجي تنظفها وهكذا على اساس ضرب النظافة إحنا ده الإسلام دينا دين قائم على النظافة دين قائم على الطهارة إلى آخر هذه الأمور وهذا شيء مما يعني يعم به البلوة إنه لابد الإنسان لما بيجي بقى يدلك ويغسل ويعمل ويعمل وينظف الطفل ويطهر الطفل لابد هذا أمر وارد هذا أمر وارد لأنه بيطهر له كل أماكن البدن فبالنسبة لي مس عورة الصغير هل هذا الأمر ينقذ الوضوء لو الأم كتبة وضية وبدر هذا هل ينتقد وضوءها طيب أيضا بالنسبة للبالغ هل مس عورة البالغ تنقذ الوضوء يعني إنسان مس عورة نفسه إلى آخر هذه الأمور أو مثلا طبيب أو كذا أو في وضع مثل هذه الأمور ومس عورة بالغ أو كبير اضطراري هل هذه الأمور يا جماعة هل هذه الأمور يعني كان بيعالجه وكان كيت إلى آخر هذه الأمور هل هذه الأمور يا جماعة منقذة للوضوء سواء الطبيب هل ينتقد وضوء سواء الأم هنا اللي بتغسل للطفلة أو الطفلة هل ينتقد الوضوء يبقى نركز مع بعض جدا عشان كثر الجدل أيضا في هذه المسألة أنا هبسط لك المسألة جدا وهجب لك الآراء المتنثرة والفاختلاف فيما بينها وهرجح لك بإذن الله وتخرج بالصواب الشافي اللي احنا بدون عليه تصحيح المفهوم بإذن الله جل وعلا أول أقوال أهل العلم لأن احنا هنا لما بنقول أهل يعني مس عورة الصغير وكذا بالنسبة لمس عورة الصغير أهل هذا ينقذ الوضوء بنقول لك كيف تعالى تشب أقوال الفوقها أول قول بقول لك ينتقد الوضوء ينتقد الوضوء بمس عورة الصغير كما ينتقد بمس عورة الكبير أنا عايز نحفظ مع بعض أهل ينتقد أهل الوضوء بمس عورة الصغير كما ينتقد بمس عورة الكبير زي ما بينتقد بمس عورة الكبير هو بينتقد بمس عورة الصغير يبقى هنا عايز يقول لك والله إن مس عورة صغير هذا منقذ للوضوء شأنه شأنه إما برضو بمس عورة الكبير هذا منقذ للوضوء يبقى هنا سواء مس عورة الصغير أو مس عورة الكبير هذا منقذ للوضوء ده اول قول القول الثاني لا ينتقد الوضوء بمس عورة الصغير لا الصغير لا يقول لك هنا استثنى الصغير سواء البنت الصغيرة او الولد الصغير لكن لا ينتقد الوضوء بمس ايه العدو او عورة الصغير بمس عورة الصغير يبقى نركز مع بعض جدا ده القول الثاني الله يعني ما جابش الكبير لا هنا قالك الصغير بس اللي ما ينتقدش الوضوء بمس عورته خلي بالات معي جدا كلام ده فين? في الموني واحد على 118 خلي بالك معي جدا في قول بقى بنجده عديب يجمع ويوفق يجمع ويوفق لان القول الاولاني بقوله والله هو كله خلاص بينتقد الوضوء سواء مس عورة الصغر او مس عورة الكبير خلاص مس عورة الصغر زيها بكرة ينتقد الوضوء وبكرة ينتقد ايه الوضوء اثنين ما بينتقدش الوضوء الا بمسعورة الصغير لا ينتقد الوضوء بمسعورة الصغير يعني هنا ما بينتقدش الوضوء من خلال مسعورة الصغير انما لو مسعورة الكبير لا ينتقد الوضوء ينتقد الوضوء هنا مسعورة الصغير لا ما بينتقدش بها الوضوء اللي هو القول الثاني انما مسعورة الكبير منقض للوضوء خلي بالك معي الشيخ ابن عثي مين اتى بالقول الوسط في تلك المسألة وقل جميل ولطيف وعظيم وفق بين الأقوال وبين الاختلافات شيخ الأيه لا ينتقد الوضوء بمس عورة الصغير تعالوا نتفعي الأول بمس عورة الصغير ما بينتقدش الوضوء خلي بالكم معا جدا بل مس عورة البالغ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان عن شهوة ما بينقدش الوضوء إلا إذا كان عن شهوة خلي بالكم معا جدا يعني بقولهم كده تعالوا انتفع مع بعض مسى عورة الصغير مش منقض للوضوء تبقي البالغ قالوا برضو مش منقض للوضوء إلا إذا كان بشهوة لو بشهوة يبقى منقض للوضوء من غير شهوة زيه بتاع الصغير برضو غير منقض للوضوء غير منقض للوضوء وبهذا يجمع بين حديثين حديث طلق ابن علي وحديث بوسرة بن صفوان أنا عايز نركز مع بعض حديث طلق اللي بقول إيه إنما هو بضعتم منك إنما هو بضعتم منك على العورة إنما هو بضعتم منك خلي بالك معي جدا إنما هو بضعاته منك يعني إذا مسسته كما تمس سائر الأعضاء خلي بالك معي إنما هو بضعاته منك حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ واحد يقول لي طب ما تبين درجة الحديثين وإحنا نرتاحه خلاص لا أنا مش في قضية تبيين درجة الحديثين وأنا في حلقة سابقة بينت يعني الدرجة بتاعت الحديثين درجته إيه والحديث درجته إيه باستفادة أنا هنا في الحكم الفقهي وليس في الحكم على الحديث دي ولا على الحديث دي خلي بالك عشان تبقى مركز بس طيب قالك هنا من مسى ذكره فليتوضأ هنا من مسى عورته يتوضأ إنما الثاني إنما هو بضعاته منك يعني إذا مسسته كما تمس أي عضو آخر من الجسد يعني مش منقض للوضوء ولذلك كان كل الشيخ ابن عثيمين موفقا بين الاثنين اللي بقول فيه بالنسبة للمسى عورة الصغير مش منقض للوضوء وعورة البلغ كمان مش منقضة مساها مش منقض للوضوء توضى 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 لا دا مما تعوم به البلوة واحدة كل شوية بتغسل ابناء بتغسل ابناء الصغير دا كل شوية من تعاوه معرض كيت وبتزد في الشتاء اللي زي دا مثلا خلاص كل شوية ممكن إسهال بتاع إلى آخر بقول إلى آخر الطفل الصغير كذلك الطفل الصغير يبقى هذا الأمر مما تعوم به البلوة أيضا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره للنساء الصحابة بإعادة الوضوء وعمرنا ما سمعنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساء الصحابة لما كل واحدة تغسل لطفلها أو صغيرها أو صغيرتها ما قال لها شعيد الوضوء قبل أن لم يثبت هذا ولم ينقل إلينا ذلك ولذلك بنقول يا جماعة باختصار القرى الأولاني بيقول يعني بانتقاد الوضوء ينتقد الوضوء بمسا عورة صغير كما ينتقد بمسا عورة الكبير دا ناقل الوضوء إذا ناقل الوضوء إذا ناقل الوضوء إذا ناقل الوضوء وإنتوا التانيين رأيكو إيه قالوا لا مسا عورد صغير ما ينقذش الوضوء انما مسا عورد كبير منقذ للوضوء طب رأيه الوسط ايه ان مسا عورد صغير مش منقذة للوضوء خلي بالكم معادي دار راجحه مسا عورد صغير غير منقذ للوضوء غير منقذ ولا يجب منه الوضوء ما يجبش انك تعيد وضوءك خلي بالك معاي يبقى مسا عورد صغير غير منقذ للوضوء كذلك بالنسبة للبالغ غير منقذة للوضوء اذا لم تكن عن شهوة لكن إذا كانت عن شهوة لا يجب الوضوء إذا كانت عن شهوة يجب الوضوء خلي بالكم معي جدا في النهاية قلنا أن الأمر ده يا جماعة سيدنا النبي لم يقول إنما هو بضعة منك وإذا قال العلماء إذا مسسته يعني كما تمس سائر الأعضاء ولأن أذر أمنا ما تعم به البلوة وما ثبتش عندنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساء الصحابة بإعادة الوضوء نتيجة أنهم يغسلوا للصغار أو الأطفال أو الرضع بالنسبة للأبناء والبنات أبدا لم ينقل إن ذلك عن طلاق ولذلك أرجو أن نأخذ بالقول الراجح اللي بقول لك ما السعورة الصغير ما فيش حاجة ما السعورة الكبير برضو ما فيش حاجة إلا إذا كان بشهوة إلا إذا كان بشهوة